بس الحقيقة في البداية قبل ما نخش في محتوى الحلقة كان فيه أمور محتاجين نرد عليها طبعا حضراتكم تابعتهم مباراة كرة الطائرة اللي كانت متزاعة على قناة النادي الأهلي يوم الجمعة اللي فات ما بين الأهلي والزمالك اللي انتهت بفوز نادي الزمالك هذا الثاني وحصول نادي الزمالك على الكأس وطبعا قلنا أنه النادي الاهلي عنده 21 لقب ونادي الزمالك داخل المباراة 21 لقب ونادي الزمالك كان داخل بخمسة بعد اللقب ده بقى ست ألقاب فقط الكابتن خادل غندور طبعا نجم كبير وإعلامي طبعا ما فيش شك يعني شير من على صفحتنا على صفحة القناة قناة النادي الأهلي فيديو يخص برنامج الأبطال الفيديو تحت عنوان هيسم السعيد وستوديو الأبطال ومدى تأثير التحكيم على خسارة الأهلي أمام الزمالك بإنهاء كأس مصد ده كان عنوان الفيديو على فكرة الفيديو موجود على صفحتنا حتى الآن حضراتكم تقدروا تخشوا تشوفوا بس هو للأسف واضح أن كابتن خادل غندور شير الفيديو من غير ما يشوفه لأنه لو كان شافه ما كانش هيكتب الكلام اللي هقول لحضراتكم عليه طبعا الكلام ده على صفحة الرسمية لكابتن خادل غندور الصفحة بالعلامة الزرقاء الصفحة الرسمية لكابتن خالد كابتن خالد قال إيه؟ كابتن خالد في البداية بيدحك يعني ها هاك دحك يعني حتى التحكيم في الطائرة للأسف ما فيش أي تقبل لفكرة الخسارة طبعا بيتكلم علينا ما فيش أي تقبل لفكرة الخسارة وده موجود في كل مباراة في كل مباراة كرة القدم يعني كل ده موجود في كل مباراة كرة القدم وطائرة وسلة لما تخسر نعم الخناءة والتحكيم السبب ولما تكسب يبقى كله تمام وإزا مالك تقبل الخسارة سبحان الله هو بيقول ده كلامه سبحان الله وكمان ما فيش مراسم تتويج بعد اللقاء ونعمة الروح الرياضية ده اللي كتبه كابتن خادل غندور طبعا احنا مش قدينينا أرضو على شاشة عشان دي حقوق بس أنا بقول لحضراتكم اللي قالوا طيب أنا محتاج أرد على هذا الكلام وبكل ثقة أولا يا كابتن خالد نصيحة من أخ صغير أي حد بيحب بذات لو إعلامي كبير زي حضرتك على راسنا من فوق أي حاجة محتاج تشيرها على صفحتك لازم تتفرج عليها الأول لأنه ساعات ممكن العنوان مش دائما أبدا بيدي لك كل المحتوى وها بيجيب عنوان بسيط بس بحضراتك محتاج تتفرج على الفيديو واضح أن حدك ما تتفرجتش على الفيديو خالص والفيديو بالمناسبة موجود على صفحتنا تقدروا تتفرجوا عليه وتحكموا بأنفسكم أنا بس عايز أقول حاجة في الأول إحنا ما تكلمناش عن التحكيم ولم نحمل التحكيم سبب خسارة المباراة وأنا أعي ما أقول أنا اللي كنت بقدم البرنامج والفيديو أنا اللي مقدمه وكل حاجة فأنا عارف اللي تقاليه إحنا قلنا عن حاجة واحدة فقط كرة اللي هي في الشوت الخامس لما كانت النتيجة 11 عشر لنادي الزمالي قلنا هذه الكرة انتقضنا قرار الحكم وقلنا الكرة دي كان كرة مصرية في المباراة ولكن لم يصدر مني أو ضيوفي أي تحميل للحكام الخسارة في رقيتنا ما كانتش منه أفقة واعترفنا بذلك في الستوديو التحليل كان فيه أمور فنية لو كنا فيها أفضل كنا نكسب آه ولكن الحكم عنصر من عناصر اللعبة بيقيم في أي استوديو تحليل حتى حضرتك يا كابتن خالد بتقيم الحكام في مباراة كرة القدم حتى لو الفرأة كذبانة أو خسرانة الفرأة الحكام بتشجعها كذبانة أو خسرانة حضرتك بتجيب أداء الحكام وبتقيمهم زي ما نفس الكلام احنا بنعمله لأنه ده عنصر من عناصر اللعبة ليس انتقاد لشخص الحكم وليس انتقاد للحكام الحكام على رأسنا هم قضاء الملعب ولكن قرار الحكم بنقول تأثيره على إيه على سير المباراة فقط ليس أكثر ولا قال ولا كنا حمنا الحكام خسارة المباراة يعني فكرة تقبل خسارة يا كابتن خالد موجودة لو كنت حداك شفت الفيديو طيب الحاجة التانية حداك بتقول أنه مفيش روح رياضية طيب أنا أقول لحداك الروح الرياضية حداك لو كنت شفت الستوديو وأنا أشك أنه حداك شفته كان موجود معنا الكابتن ممدوح اسماعيل نجم النادي الأهلي وكان معنا كابتن عصام معود نجم نجوم نادي الزمالك في الكرة الطائرة كابتن عصام معود نجم نادي الزمالك ونادي الشمس كان يضفنا في الستوديو التحليل إذا نحن عندنا روح رياضية كنا نقدر في هذه المباراة كنا نقدر نجيب اتنين من نجوم النادي الأهلي ولكن احنا آثرنا نجيب نجم من نجوم نادي الزمالك عشان يبقى فيه دايما مصداقية فيه الكلام ورؤية فنية حيادية لفريق نادي الزمالك واللحظاتك بتعرفوش يا كابتن خالد أن في الستوديو التحليل اللي احنا عملناه لكرة اليد لمطشاط نهائي الدوري كان بيشرفنا كابتن حسام غريب نجم كرة اليد في النادي الزمالك وشرفنا المطشين ويعني قوبل استقبال رائع نجم مصر نجم نادي الزمالك ودي أخلاقنا اللي احنا تربينا عليها في النادي الأهلي يا كابتن خالد الحقيقة النادي الأهلي نتعودنا كل الاحترام والتقدير المنافس أيا كان اسمه وعمرنا ما بنشوف أعذار عشان نعلق عليها الشمع لو كان فيه أعذار يا كابتن خالد كان من باب أولى فريق كورت القادة من بارح بعد اللي حصل قبل المباراة كان يقولك مش عايز ألعب ولكن إصرار اللاعبين وإصرار الإدارة وكان كابتن خطيب محمود الخطيب أسطورتنا كان موجود في الملعب وكان يقدر ياخد قرار بذلك ولكن إصراره أن يلعب هل حد كان متوقع المباراة يمشي كده لا ولكن إصرارنا أنه نلعب ده احترام للخصب واحترام لإسم النادي الأهلي وهو ده اللي تعودنا عليه وهو ده اللي هنفضل دايما نقوله وهقول لحدك حاجة كمان يا كابتن خالد إحنا لا نتخطى حدودنا أبدا في برنامج الأبطال بالعكس برنامج الأبطال دائما أبدا حتى نجوم منتخبنا بيشرفونا لا نتخطى حدودنا في النادي الأهلي إحنا عارفين حدودنا كويس ولا نتخطاه وعمرنا ما بنكون سبب للتعصب عمرنا ما بنكون سبب للتعصب ولكن للأسف لما حدك تكتب هذا الكلام على البرنامج وعلى تناولنا لقرار حكم معين بننتقده ويبقى حدودك كده بتزرع التعصب وللأسف ده مش بيخدمني أبدا ولا يخدم الرياضة إحنا أبدا بالعكس أنا بقى حدودك بقى بعد هذا المهدي المقدمة حدودك تفرج على الفيديو تاني وشوف كلامي صح ولا غلط طيب في حاجة تانية برضو عايز أقولها إن حدودك بتقول ما فيش روح رياضية طيب يا كابتن خالد حدودك بتقول لم يتم إذاعة مراسم التتويج طيب أنا بستأذن حدودك برضو البث المباشر لسه على صفحتنا هتلاقينا في الآخرة يا كابتن خالد زعنا تسلم النادي الزمالك المديليات وتسلم النادي الأهلي المديليات زعنا تسلم الفرقتين طب هتقول لي إزاي أولا في ظل الكورونا يا كابتن خالد وحدك عارف إن طبعا ما فيش تسلم المديليات بالشكل القديم أصبحت المديليات بتحط على تربيزة أمام المقصورة واللعبين بيمروا ياخدوا مديلياتهم حتى الكأس بتحط على تربيزة ويجي كابتن الفرقة ياخدوا عشان في كل الألعاب في السيدات حصل في طريقة السيدات في طريق الكرة element في السيدات كله كله بيمشي بهذا النظام زعنا استلام نادي الزمالك المديليات وزعنا أيضا استلام النادي الأهلي لمديليات ولكن أنا مش مطالب كقناة النادي الأهلي إن أنا أزيع احتفالات نادي آخر ولا أنا غلطان أنا ما بقولش نادي الزمالك بالأخص أي نادي بيحتفل أنا قناة النادي الأهلي وفرح فرقتي انا مش مطالب ان انا زيع اي حاجة لاي فرقة اخرى والروح الراضية لا موجودة يا كابتل روحة موجودة بالضيف اللي موجود موجودة يا كابتل خارد لما رجعنا اول كلمة قلناها بعد العودة من الموراه شكرنا كل الحضور وقلنا هارد لك النادي الاهلي مبروك نادي الزمالك بس تأذن حدا يا كابتل خارد راجع كل الكلام ده ويريت قبل بس ما تشاير حاجة بس عشان على ما يبقاش في كلام يعني ملوش اساس من الصحة يكون يعني يعني يبقى مش مظبوط بس احنا مش عايزين نتجاوز في كلامنا بس احنا بنقول لحدك رجعنا من كلام موجود على صفحتنا وتمنى حدك تشوفه رجعنا اقول نهارد لك نادي الاهلي مبروك نادي الزمالك كل الكلام ده موجود ومثبت وعلى صفحتنا ومش هنشيله ملادعو الناس نهتشوفه ولكن يا كابتل طبعا هذا الكلام مش مظبوط طيب الحاجة التانية ليه احنا بنزيع مطشط ألعاب الصلاة يا كابتل لان احنا من اول يوم لانطلاق برنامج الابطال مع قدرة القناة قدرة المحترمة اللي موجودة خدوا عهد على انفسهم ان اي مطش متاح هنقدر نزيعه هنزيعه عشان نكون وراء ابطالنا احنا برنامج الابطال وراء ابطالنا ما بنبصش يا كابتل خالد ما بنبصش فرقتنا هتكسب ولا هتخسر احنا بنبص نزيع المبرأة لجمهور النادي الاهلي اللي هو احنا عاملين كل ده وقناة النادي الاهلي معمولة عشان تخاطب جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور مصر كله العظيم باحترامه بأدب ولكن طبعا احنا قناة النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي وملك جمهور النادي الاهلي فاحنا مفيش مبرأة بنقدر لاقي فيها حتى المبرأة اللي تخصنا بنزيع المبرأة اللي ما بتخصناش بنقاتل فيها كقناة النادي الاهلي عشان نزيعها ليه احتراما مننا الجمهور النادي الاهلي عشان يشوف مطشاط فرقه على شاشتنا بدون اي تجاوز وبدون اي شيء طب يا كابتن خالد احنا بالمناسبة زعنا مطشاط اهلي زمالك في السلة وزعنا مطشاط اهلي زمالك في كرة اليد وما حصلش المشكلة المشكلة حصلت فين بعد ما طبعا حضرتك قلت الكلام ده من غير ما تشوف البرنامج طب ما شفتش حضرتك قبل كده المطشاط اللي زعت ما شفتش مطشاط اليد ما شفتش مطشاط السلة احنا اول برنامج بارك لنادي الزمالك على الفوز ببطولة افريقيا كابتن خالد احنا ما عندناش تعصب وبقوله كل الاعلام الحقيقة مش كابتن خالد يعني كل الاعلام اللي بيدوس على حيطة التعصب مش هيلاقي هذا التعصب في قناة النادي الاهلي بالعكس احنا بنحترم الخصم زي ما بنحترم انفسنا بالضبط وده جزء من رسالة او رسالة النادي الاهلي احترام الخصم وزي ما عملت فيرة الكرة مبارح بدون اي اتفاق وبدون اي شيء اللعيبة دخلت غسلت وشها بس ونزلت قتلة في ارض الملعب مركزين مع نفسنا بس مع فرقائنا بس مع امورنا الفنية بس ولا بنحمل تحكيم خسارة ولا بنحمل اي شيء بنعالج اخطائنا فقط وده سر تفوق النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيبصش على جنبه ما بيبصش على حواليه ما بيحطش شماعة على اخطاء الغير ولكن احنا بنبص على مشاكلنا وبنحاول نحلاف النادي الاهلي وده اللي تعلمناه من النادي الاهلي ونفضل نقاتل عليه ونفضل متمسكين به الى النهاية ده كان ردنا الحقيقة من البرنامج الابطال ونتمنى يكون ده رد يعني كافي لكل ما يقال الفترة الاخيرة